السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخت أم دعاء من الجزائر أم دعاء تقول عندي بنت معاقة ذهنيا عمرها ثلاثين سنة تقول أنا اللي أقوم بواجباتها ساعات أغضب عليها وأقلق عليها العلي إثم عند الغضب أم دعاء بارك الله فيك وحفظ الله لك ابنتك عموما أخت الفاضل يعني إذا كان الغضب عليها وشيء لأجل مصلحته لا حرج عليك في ذلك ولا تقلقين فإذا كنت مثلا ترفعين صوتك عليها كونها ابنتك ولا تدرك مصلحتها ولا تعرف منفعتها ما عليك شيء ولله الحمد أهم شيء أن لا يصلها إذا جسدي ما تؤذينها إذا جسدي وأهم شيء أن لا يحصل أيضا إذا معنوي لا لسبب لا لسبب أما لمصلحتها في شيء ترين أنه من مصلحتها اطمئني ما عليك شيء ولله الحمد أم أسامة أيضا من الجزائر تقول عندي بنت متزوجة من خمس سنوات وما جابت أولاد قالوا لها الناس اشرب ماء المطر وقرأ عليه القرآن من سور القرآن التي تبعد السحر والعين أم أسامة من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك لماذا أخت الفاضل افترضت أن فيها سحر وعين يعني أنا أسأل لماذا افترضت أن في ابنتك سحر أو عين من خمس سنوات أنا أعرف أناس نساء من أقاربنا عشر سنوات واثنى عشر سنة ما حملوا ورزقهم الله عز وجل يوجد من الناس في نساء سبع سنوات ست سنوات في نساء ثلاث سنوات فما في دعي أخت الفاضلة أنكم تعيشون مثل هذه الأوهام حاولوا أن تكنسوا وتزيحوا عنكم مثل هذه الأشياء هذا أمر طبيعي تراجع المستشفى تراجع الطبيبة وهذا ما يمنع من الرقية أخت الفاضلة فالرقية نافعة ولله الحمد تقرأ على نفسها الفاتحة تقرأ على نفسها آية الكرسي تقرأ على نفسها القواقل الثلاث الأخيرة من سور القرآن هذا كل مشروع ولله الحمد والمن فلذلك أبعد عن مخيلتك فكرة السحر والعين إذا تقول إن لا وجد شيء يدل على ذلك في هذه الحالة عليكم بالرقية الشرعية أما ماء المطر فما في نص لا أصل لمثل هذه المسألة تقول إن والله قالوا إشرب من ماء المطر ما في دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل صحابة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا نزل المطر حسر عن ثوبه يعني يكشف شيء من بدنه ولما يسأل في ذلك يقول إنه قريب عهد بربه إنه قريب عهد بربه هذا هو بارك الله فيك ولذلك صحيح أنزل الله تعالى الماء مباركا وأيضا طهورا لكن ما في نص يدل على أن المرأة التي تأخر حملها أن تشرب من ماء المطر يحتاج إلى نص لأن هذا أمر ما يجوز للإنسان أنه يخترع من عندي نفسه بارك الله فيك الأخت فاطمة من ليبي بارك الله فيها تقول بأن صاحب أخوها أعطى ثلاثمائة دينار وقال له أعطي هذه المبالغ لمحتاج تقول أخوي أعطاهم لأمي وقال أعطيهم لجيراننا أمي قالت لا أنا أريد آخذ منهم لأن أمي حتى أمي محتاجة قال لها أخذي خمسين دينار قالت أمي أخذ مئة دينار الآن الوالدة تسأل هل عليها ذم أفاطم مبارك الله فيك أولا بالنسبة لأخيك يده يد أمانه الآن صديق الأخ لما أعطاه المبلغ خلاص بريئة ذمة صديق الأخ أصبح ذمة أخوك هي المشتغلة بهذا المال ويده يد أمانه ولما قال له أعطيها محتاجين يجب علي أن يعطيها محتاجين الآن سأعطاها والدته فالآن انتقلت من ذمة أخوك إلى ذمة الوالدة فكون الوالدة تعتدي على هذا المال تقول أنا محتاجة أيضا هذا لا يجوز لها لماذا؟ لأن صاحب المال ما قصد والدتك أنت ووالدة أخيك ما قصدهما ولذلك أخطي الفاضلة يجب علي الوالدة عم تخرج المئة دينار هذه للمحتاجين لأنه ليس لها الحق هي وكيلة الآن الآن أخوك في المقام الأول وكيل ثم انتقلت الوكالة إلى أمك ما يجوز الوكيل أن يتصرف في مال الموكل لمصلحته هو فقولي لهذا الكلام إلا في حالة واحد يقوم أخوك فيستأذن صاحبه يقول والله الوالدة أخذت مئة دينار لأنها محتاجة هل يستطيع؟ إذا استطاع يقول له إذا لم يستطع يقول الوالدة لا بد من إخراج المئة دينار للمحتاجين مصطفى من العراق يقول يا شيخ ابن جارنا خطب بنته بعد الخطوبة بسنة تركها وأريد أن أتقدم للبنت وأنا متردد لأن جارنا أشوفه دائما ويعني أريد نصيحه مصطفى من العراق بارك الله فيك أولا بالنسبة لهذه المسألة من حيث الحكم الشرعي يجوز لك أن تتقدم لهذه البنت بعدما تركها ابن جاركم ابن الجار لما تركها خلاص أصبحت الآن يعني حلال لك من حيث التقدم إليها تخطبها من أهلها هذا الأمر الأول ما في أي مشكلة شرعية المسألة الثانية هي مسألة أخلاقية مسألة يعني من الأدب مثلا أنك تستأذن يعني حتى لا يعني قد يكون المشكلة من البنت وربما يفسر خطبتك لها تفسير آخر ما تدري ولذلك أنت ممكن مدام تشوف ابن جارك دائما ممكن أنك مثلا تشاورة تقول والله أنا راغب في الزواج تنصحني ببنت مثلا أذهب إلى أين تحاول أنك تعطي فكرة رغبتك في الزواج لعله يقول لك والله أنا تركت هذه البنت وطيبة عندي ظروف عندي كذا عندي مشاكل عندي كذا ممكن أو على أقل تقدير يعذرك فيما لو إذا علم بأنك تقدمت لها لأنه خلاص أصبح عنده خبر أنك تبحث عن زوج هذا اللي أنصحك فيه بارك الله فيك أحمد من اليمن يقول الوالدة أعطاها أخوي فلوس حق الزكاة وتوزعها للمحتاجين فأعطت المحتاجين وبغت فلوس وعطتها لعماتي وبقيت عفوا فلوس وعطتها لعماتي وخالاتي وجداتي هل يجوز هذا الفعل يا أحمد من اليمن بارك الله فيك تقول بأن أخاك أعطى والدتك مبالغ مالية هي زكاة وتوزعها لفقر المحتاجين راحت أعطت المحتاجين وبقيت مبالغ وزعتها على عماتك وخالاتك وجداتك أو جدتك هل هذا الفعل جائز؟ أولا أخي الفاضل قبل قليل تكلمت في جوابي على الأخت فاطمة من ليبيا في أن الإنسان إذا وكل بتوزيع مال يجب عليه أن يكون أمينا ولا يجوز لو أن تصرف لمصلحة نفسه ولا أن يحابي في هذا المال فيعطي قريب أو صديق أو حبيب ما يجوز هذا الكلام أرجع الآن بالنسبة لعمتك وخالتك هل هما محتاجتان يعني يستحقان الزكاة إذا قلت لي نعم وقعت الزكاة موقعها إذا قلت لي لا ما يجوز الوالدة تضمن هذا المال أما الجدة الجدة ما تعطى من زكاة الإبن الإبن ما تعطى من زكاة الحفيد لأنه يجب عليه كما يجب على والدتك أن تنفق على أمها ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للجدة المال الذي وصلها لا يحل ويجب على الوالدة أن تضمن هذا المبلغ بالنسبة للعمة والخالة على ما هما عليه من حاله فإذا كانت فعلا مستحقتان للزكاة وقعت موقعها الحمد لله إذا كانت غير مستحقتا للزكاة فإن الوالدة تضمن هذا المال إما بإرجاعه وإعطائه الفقر المساكين وإذا ذهب المال الوالدة هي التي تضمن هذا المال وتخرج مقابل الفقر والمساكين عبد الله من إيران يقول عندي سؤال ما حكم من يفتش سلعة الغير هل هذا جائز؟ عبد الله بارك الله فيك بالنسبة للإسلام جاء باحترام الخصوصية ومن جملة الخصوصيات أغراض الإنسان وبضائع الإنسان ما يجوز للإنسان أن يعتدي عليها بالتفتيش والتنقيب والفحص لا لسبب أما إذا وجدت سبب نعم يعني مثلا أنت بعت شخص كرتون وقالك لا أريد أن أفتشه مع الحق بعت شخص كرتون في أغراض وقالك أبغى فتشه مع حق بعت شخص مثلا كيس مغلف في أغراض في شيء قالك لا لازم أشوفه مع حق أما قضية شخص جارك مثلا في الدكان يعني يتلصص وينظر ويفتش ويحاول أن يفحص لا هذا ما يجوز هذا من الاعتداء ولا يجوز الإنسان أن يفتش بضائع غيره لا لسبب ولا لحاجة ولا لضرورة أما إذا وجدت ضرورة أو حاجة أو هو يتعامل يتعامل معك مع الحق أن يفتش فالتنبه لهذا بارك الله فيكم أم سارة من العراق تقول سمعتك في حلقة من الحلقات تتحدث عن هذا الدعاء وتقول قبل أن يسلم من الصلاة اللهم أن يسألك خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد ونعوذ بك من شري ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد هذا الدعاء تقول يوميا أنا أذكره في أذكار الصباح والمساء وهو اللهم أن يسألك من الخير يقول إلى آخر ما ذكرت أختي أم سارة بارك الله فيك أولا بالنسبة للأدعية التي قبل السلام بعد التشهد جمهور العلماء يقول يتخير من الدعاء ما شاء يتخير من الدعاء ما شاء يعني من الأدعية السليمة اللي ما فيها أي مشكلة ومن أهل العلم يقول يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد فعموما يعني أنت لو دعوت بهذا الدعاء ما في بأس لكن هذا ما ورد يعني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والمساء قال قولوا هذا الدعاء قبل السلام ما ثبت وما أدري أنت كيف سمعتيني ممكن أنا ذكرت ممكن أن يقول اللهم أن يسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من شري ما استعاذك منه عبدك ورسولك ممكن لكن هل هو حديث ثابت عن النبي في هذا المقام يعني موظف في بعد التحيات قبل السلام الجواب لا فلو جبتي ما في بأس بارك الله فيك أيضا هو والدعاء الثاني اللي ذكرتي فيما يتعلق بأذكار الصباح هذا ليس من أذكار الصباح الله من يسألك من الخير كله عاجله وآجله هذا ليس من أذكار الصباح بارك الله فيك فاطمة من ليبيا تقول يعني عندي موضوع حصل منذ سنوات لا أعلم بحرمته أو بجزائه حتى الآن كنت في الماضي يحصل جماع بينه وبين زوجي قبل انتهاء مدة الحيض في الأيام الأخيرة زوجي كان يرفض موانع الحمل أنا اتخذت هذه الطريقة دون علمه لتجنب حدوث الحمل حصل هذا الشيء عدة مرات الآن فاتت سنوات ومضى العمر وتوفي زوجي حياتي الآن مليئة بالمشاكل وأصبحت التقرب إلى الله وأستمعي القرآن كثيرا فأدركت أن ما قمت به غير جائز وقلت لربما ما يحدث معي الآن بسبب هذا الشيء سؤالي هو كيف يمكن أن أكفر عن هذا الذنب وهل يوجد كفارة معينة أم ماذا أفعل بالضبط أختي فاطمة من ليبيا لا شك بأن ما قمت به أمر محرم وكبير من كبائر الذنوب لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله فلا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تمكن زوجها في فترة الحيض وأنت سامحيني جمعت بين الذنبين الذنب الأول أنك مكنت زوجك أن يأتيك وأن يعاشرك وأنت ما زلت حائضا والذنب الثاني أنك خدعت زوجك وغشيته وكذبت عليه ولا شك بأن هذا الذنب عظيم طيب هل في مخرج نعم الحمد لله المخرج موجود والفرج قريب من الله سبحانه وتعالى ما هو التوبة إلى الله عز وجل أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى ووضع عليك الندم وأصبحت الحمد لله من أهل القرآن أصبحت من أهل قيام الليل أصبحت من أهل ذكر الله هذه نعمة وهذا إن شاء الله علامة قبول بحول الله هذه علامة قبول بحوله الأمر الثاني كثرة الدعاء والاستغفار لزوجك أكثري له من الدعاء أكثري له من الاستغفار وزوجك ما عليه ذنب لماذا؟ لأنه ما يدري أنت اللي تعلمين أما هو لا يدري فأكثري له من الدعاء والاستغفار وإذا استطعت أن تتصدق عنه أو تجعلي له وقف مثلا أيضا هذا جيد يعني ما عليك إلا هذا ما عليك إلا هذا طبعا هناك من أهل العلم من يوجب كفارة وهي يعني تخرجين مبلغ مالي بسبب الجماع الذي حصل في الحيض الجماع الذي حصل في الحيض طبعا جاءت روايات عن ابن عباس أنه دينار وجاءت روايات نصف دينار والمقصود بالدينار الإسلامي مقصود بالدينار الإسلامي بارك الله فيك عموما أنت التوبة كافية والله الحمد لكن ممكن تخرجين مال بهذه النية تخرجين مال دائما تتصدقين بهذه النية على الفقرة وعلى المساكين نورة من رأس الخيمة الإمارات تقول يعني أخ صديقتي متقدم لخطبتي لكن الوالدة غير راضية بحكم أنهم من إمارة ثانية وعاداتهم غير أنا صليت استخارة وارتحت تجاه الموضوع لكن الوالدة مصر على رفض بحجة أنها لا تعرفهم وتقول أنها لا تعرف من تسأل عنهم السؤال هل يعتبر من حقها الرفض من دون أخذ إذني على الموضوع وهل أنا آثمة إذا أصريت على الموافقة وليعتبر هذا من عقوق الوالدين نورة من رأس الخيمة مبارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يوسر لك أمر الزواج بنتي الله يحفظك أولا الزواج دائما يقوم على الاتفاق والوفاق لا على الخلاف والشقاق هذه مسألة مهمة جدا وأي زواج يقوم على العناد وعلى التمرد وعلى المخالفة صدقيني زواج فاشل حتى لو استمر لأن الفشل ليس بالضرورة أن يكون طلاق أو فراق بل فشل في الحياة الزوجية فاحرصي يا أختي الفاضلة في المقام الأول على إرضاء والديك لأنه جرت العادة أن الوالدين يمحضون النصيحة للأولاد ويحرصون عليهم وكذا يعني شوفي أنت ذكرت كلام الوالدة خايفة عليك يا أصلا تقول هذول من إمارة ثانية هذول عاداتهم غير يعني هذه المسألة الأولى المسألة الثانية بالنسبة للسؤال أصبح سهل يعني وهذا الجواب يعني أوجهه للوالدة السؤال أصبح سهل ولله الحمد فيعني الآن المدن أصبحت العالم كل أصبح مثل القرية الواحد العالم العالم أصبح مثل القرية الواحد أصبح الإنسان الآن يستطيع أن يعرف شخصية الآخر بأسهل طريقة ما يحتاج حتى يسأل ما يحتاج عن طريق هذه الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي هذه الحسابات الموجودة في يعني اللي عند الناس مثلا يمارس أغلب الشباب يستطيع الواحد يعرف وبعدها شيء آخر يعني بالنسبة للوالدة هذا عذر ضعيف والله من إمارة ثانية واذا يظر البنت إذا تزوجت وراحت إلى دولة ثانية ما يظرها شيء ما دام الحمد لله والدتها ربتها تربية صحيحة وأيضا اختاروا لها الزوج الصالح ما في بأس إذا كان في دولة ثانية واذا لون في إمارة ثانية يمكن المسافة الله العليم نصف ساعة ولا ساعة مثلا هذا ليس بعذر قضية أنه والله ما نعرف عنهم شيء ممكن يعني الوالد يقال لها اسألي زوريهم مثلا قوليما نحن جايينكم زيارة نزوركم مثلا يعني الوالد أخوانك يروحون يسألون ما فيها شيء يعني الأمر أصبح سهل الآن في معرفة عادات الناس معرفة أخلاق الناس معرفة أيضا دين الشاب وأخلاقها ومبادئها كل هذا يستطيع الإنسان يكتشفها الآن بأسهل طريق فلذلك بنتي الله يحفظك يبارك فيك لا تخالفين والديك وإنما أقنعيهم اصعي إلى قضية إقناعهم بالبلته أحسن وأي مشكلة يخلقونها أقول لي في حل يعني الآن ذكرتي مشكلتين مشكلة البعد إمارة ثانية هذه سهلة أغلب الآن النساء تزوجون تزوجون مسافات أنا قلت تزوجون خارج الدولة وأنت من نعمة الله أن الله أجاب لك زوج صالح في داخل الدولة والله ما تعرفونهم طيب أقول لهم بعد شهر نرد عليكم بعد شهر نرد عليكم واسألوا ادخلوا على النت وشوفوا والله القبيلة الفلانية ولا العائلة الفلانية وش عاداتهم وتقاليدهم وبعدين بلا عليكي وش هالعادات والتقاليد اللي يمكن تمثل حجر عثرة في طريق الزواج نحن أهل بلد واحد وأهل مجتمع واحد والحمد لله العادات والتقاليد متقاربة جدا يعني متقاربة جدا وبعدين قولي للوالدة تشرط إليهم شروط والله نبي بيت شرعي منفصل لابنتنا مثلا من حقك هذا نريد والله خادم من البنت مثلا نريد البنت تكمل الدراسة مثلا أو نريد البنت مثلا تكمل وظيفتها مثلا أنا أضرب مثال فالأمر بيد الوالدة تستطيع أن تتحكم حتى لو ما عرفت عاداته متقاليد واضح بارك الله فيك فأنا نصحك لا توافقين من دون شهور الوالدين أم فاطمة من اليمن تقول اتفقت مع الشخص أن أعطيه مبلغ من المال على سبيل تشغيله في تجارة في تجارتي ثم ألزمته أن يتصدق بالأرباح لوجه الله ما حكم ذلك أم فاطمة بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك أولا ما دام أن التجارة مباحة نشاط تجاري مباح ودخلت معه في شراكة ما في بأس ولله الحمد النبي عليه الصلاة والسلام شارك غيره الصحابة كان يعني يحصل بينهم شراكة في التجارة الأمر الثاني قضية أنك تتبرعين بالربح هذا أجر عظيم وثواب كبير لكن لماذا لا تقبضين الربح أنت مثلا يعني مثلا أنت تقولين لجيب الأرباح و أنت تتصدقين بها تقولين والله أنا ما أعرف فقراء ما أعرف مساكين ما أعرف محتاجين و الرجل هذا أمين ما في بأس ما دام أنه أمين و قلتين لتبرع بهذا على المحتاجين و على الفقراء و على المساكين ما في بأس و لله الحمد و المن أمت الله من ليبيا تقول والدتها توفيت منذ شهر بمرض كورونا أثناء مرضها لم تصلي فهل يكون مرفوعا عنها لأنها كانت مريضة و أيضا كان عندها زكاة عفوا عندها ذهب و سألت أحد العلماء في السعودية عن لما راحت العمراء قال ما فيه زكاة و ذكرت بأن والدتها تتابع البرنامج و لله الحمد قبل وفاتها بكثير و تسأل و تقول أنا يصيبني حزن و بكع منذ أن فارقت منذ أن توفيت الوالد و أخاف يدخل علي الشيطان فأبتلى في ديني من كثرة يعني الجزع و عدم الصبر أختي أمت الله من لي بأولا أسأل الله تعالى أن يغفر لي الوالدة و أن يرحمها و أن يجعلها في جنات النعيم و أسأل الله تعالى أن يجعل وفاتها شهادة لأن مرض كورونا مرض صعب و شديد و يعني هو شبيه أو قريب من الطاعون و الله أعلم و يظهر و الله أعلم أنه شهادة بحول الله فأسأل الله تعالى أن يجعلها من الشهادة مسألة الصلاة كون عاجزة عجز كامل عن الصلاة بسبب الأجهزة بسبب الحالة التي هي فيها و ما استطاعت ما عليها شيء إن شاء الله أكثر لها من الدعاء و الاستغفار الذهب الذي خلفته الوالدة هذا تركه للورثة يتقاسمها الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين ما يعطى نصيب الزوج الذي هو والدك أنت بارك الله فيك فالوالد يأخذ الربع الوالد يأخذ الربع يعني الزوج يأخذ الربع إذا وجد أولاد فإذا وجد أولاد فإن الزوج يأخذ الربع مسألة البكى و خوفك من الجزع و عدم الصبر هذا ما يجوز يا أخت الفاضلة أنت مؤمنة بالقدر و ترضي و راضية بالقضاء فكيف الآن تقولين والله أنا والله باستمرار حزينة وباستمرار يعني هل والدتك هي أول من مات مثلا في العائلة هل والدتك الوحيدة اللي ماتت في هذا العالم أين أجدادك أين أجداد الوالدة شوفي العالم كله الآن حولك يعني يموتون شباب في عمر الزهور يذهبون إلى الدار الآخرة وبعدين هذا قدر الله كتبه الله عز وجل على الخلق و العباد لكل أجل كتاب كل نفس ذائقة الموت هل هناك أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام أبدا مات النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتسلى بمصيبته يتسلى بذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يخفف وطأة الحزن والألم الذي في قلبه وماذا تستفيد الوالدة من حزنك الآن وبكائك ما تستفيد شيء بل قد تضرينها أنت لذلك الوالدة تستفيد من أشياء منها أنك تدعين لها باستمرار وتستغفرين لها وأيضا تنفذين وصيتها إذا أوصت وتصلين الرحم اللي ما توصل إلا بها حالاتك وعماتك وحالاتك وأخوالك وأيضا تكرمين صديقتها وتتصدقين عنها بما تستطعين بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يجعل والدتك في جنات النعيم أم هشام من اليمن تقول يا شيخ عند الولادة كانت تقول الوالدة تقول كانت تقول لقبل وفاتها تقول غسليني أنت يوم أموت لأنك أنت القوية من بناتي ولما حصلت الوفاة ما قدرت أني أقربها وأغسلها مع المغسلات هل يعني الآن أنا محاسبة أم هشام بارك الله فيك ورحم الله وغفر الله لها واجعلها في جنات النعيم طبعا الوالدة أوصتك بأنك أنت اللي تغسلينها وأشارت إليك لكونك أنت أقوى البنات يعني تصبرين وتتحملين وعندك قدرة على يعني مواجهة المصيبة كان الواجب عليك أنك تنفذين الوصية وتستعينين بنساء معك يعني يساعدونك تقولي والله ما استطعت حصل انهرت حصل عندي انهيار حصل عندي نوبة بكة حصل عندي حالة ما استطعت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة ومثل ما أوصيت الأخت قبل قليل من ليبيا أوصيك أيضا بحق الوالد عليك فيما ذكرته زهرة أم آمنة من الإمارات تقول بغيت أعرف هل يجوز أن يقبل ابن الزوج رأس زوجة أبيه ويصافحها باليد أختي زهرة أم آمنة من الإمارات الجواب نعم الجواب نعم يعني بالنسبة لزوجة الأب هذه في مقام الأم ولذلك يجوز للابن أن يقبل رأس زوجة أبوه يصافحها لماذا لأنه محرم عليه على التأبيد هذه مثل أمه محرم عليه مثل والدته يصافحها يقبلها على رأسها مثلا يخلو بها محرم لها يكون حتى محرم لها بارك الله فيك مريم من إيران تقول ما هي الطريقة الشرعية لفك السحر وتعطيل الزواج أختي مريم بارك الله فيك بالنسبة لفك السحر إن كان موجودا فهو على طريقتين الطريقة الأولى إذا كان الإنسان قد وقع على السحر حصله حصل مثلا عقد حصل شيء من الأشياء فإن الطريقة الشرعية هو فك السحر و عزله عن بعض وتقطيعه مع قراءة الآيات من سورتي الفلق وسورتي الناس يعني يقول مثلا قل أعوذ برب الفلق إذا كان عقد ينفذ فيه يحلها يقول قل أعوذ برب الفلق من شري ما خلق وهكذا إذا كان غير عقد يقطعها أو بالمقص بكذا و يقرأ عليها المعوذتين و ممكن بعد ذلك يذيبها في ماء أيضا حتى يذهب أثر السحر إذا كان ما يعرف ما وجد السحر لكن في علامات قالوا له بأن هذا السحر يقرأ على نفسه الرقية الشرعية الفاتحة القواقل الأخيرة مثلا من القرآن مثل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ رب الناس هذه كلها يقرأها على نفسه مع توكله على الله واعتماده على الله وتفيض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله يجد الإنسان الفرج عزة من ليبيا تقول ما حكم هذا البيت قول هذا البيت من الشعر دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء أختي عزة من ليبيا بارك الله فيك أظن هذا البيت للإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه والبيت ليس فيه شيء دعي الأيام تفعل ما تشاء فسرها البيت الثاني وطب نفسا إذا حكم القضاء والمؤمن مؤمن بالقدر راض بالقضاء ولذلك البيت فيما يظهر لي بأنه سليم وليس فيه شيء أم عبد الرحمن من الأردن تقول إذا الواحد ارتكب ذنب وغلط كيف يصلح غلط ويتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وكيف الواحد يترك الذنوب مثلا ويتوب إلى الله أختي أم عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم بأن كل بني آدم خطأ كل بني آدم خطأ قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون وجاء في الحديث الآخر لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له هذا الأمر الأول الأمر الثاني الخطأ عند الناس يختلف من شخص إلى آخر فمن الناس خطأه وذنبه الصغائر واللمم ومن الناس من خطأه العدو بالله في الشرك والكفر والإلحاد ومن الناس من يقع في الكبائر يقع في الكبائر العظام فالناس يختلفون وهذا مرجعه إلى قوة الإيمان وضعف الإيمان فكلما عظم الإيمان في القلب تقزمت المعاصي وأصبح الإنسان يحتقر الذنوب هذه ويراه قاذورات وإذا ضعف الإيمان سبحان الله العظيم الذنب القبيح يزينه الشيطان في عين الإنسان وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم حتى إذا وقع به احتقر نفسه المعقول أنا آتي مثل هذا الذنب وأقترف مثل هذه الخطيئة مسألة أخرى يحرم على الإنسان أن يتقصد الذنب يحرم ابتداء على الإنسان أن يتقصد الذنب يقول بعدين أتوب هذا لا يجوز وإنما الواجب الابتعاد عن الذنب وعن وسائل الذنب وعن ذرائع الذنوب كلها المسألة الأخرى وهي الأهم جواب على سؤالك وهو التوبة إلى الله عز وجل كيف تتخلصي بالتوبة إلى الله والتوبة إلى الله لها شروط الإقلاع عن الذنب أنك تقرعين عن الذنب الندم على فعله لأن الندم توبة والعزم الأكيد على عدم العودة إليه الإنسان لا يعود إليه بحيث أنه يسد كل الأبواب والطرق الموصلة إلى هذا الذنب يعني مثال شخص الآن ذنبه في الاتصال أو في رؤية المحرمات في الهات من شروط صحة التوبة أن الإنسان يمسح الأرقام هذه التي توصله إلى الحرام من شروط التوبة أن الإنسان يلغي التطبيقات الموجودة في محموله التي شاهد من خلالها المحرمات واضح؟ أنا أحاول أبسط المسألة إذا كان الذنب في حق مخلوق ارتكبت ذنب في حق مخلوق فإذا كان معنوي بالاعتذار باعتذار وبطلب الحل إذا كان مادي بإرجاع الحق إلى أصحاب إرجاع الحق إلى أصحاب وأخت الفاضلة أعظم شيء يجعل الإنسان فعلا بعيد عن الذنوب أن يعلم بأنه سيموت أن يعلم بأنه سيموت وأن هذا الموت ليس باختياره وإنما الموت يأتيه فجأة وبغته فالموت ملك الموت لا يطرق الباب ولا يتصل يستأذن يقول أنا جايك أخذ روحك ولا يبعث رسالة يقول ها موعدك غدا بقبض روحك صح أو لا؟ ملك الموت لا يستأذن يجيك بغته نسأل الله السلام والعافية وأن يحسن خواتيم ملك الموت لا يعرف أحد لا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير ولا مريض ولا صحيم لا يعرف أحد عنده أوامر من الله سبحانه وتعالى اقبض روحه فلان هذا الأمر إذا تفكر فيه الإنسان والله يعتقد بأنه يعني هذا التفكير يحمل على أن يكون دائما في دائرة الأمان يعيش مناخات إيمانية يتلذذ بنعم الله التي أباحها لعباده بعيد عن هذه المعاصي والذنوب لذلك أنا أحياناً بعض الأجوبة تختصر لك محاضرة كاملة تختصر فبدل ما أقول لك افعلك تذكر الموت يعني تذكر لو الإنسان سيموت غداً مثلاً ما موقفه بين يدي الله ماذا يقول لله عز وجل هو منغمس في الذنوب والآثام النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة لما يزور الإنسان المقابر يشوف القبور وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهاني فلما أنبكيت وسأل دمعي رأت عيناي بينهم ومكاني هذا هو الواقع ولذلك تجد الآن اللي شيعون الجنائز ويرجعون ويرجعون تجد عليهم السكينة والهدو والتفكير وفيه كبح لجماح النفس الملتهبة المندفعة نحو الدنيا لكن ينسى الإنسان بعد يوم يومين يبدأ والعياذ بالله يبدأ فلذلك أختي الفاضل الله يرضى عليك تذكر الموت هذا هو البلسم الشافي وبعدين هذه الموت حقيقة ما يجوز لنا أن نغفل عنه ولا ندس رؤوسنا في التراب ولا نلهي أنفسنا نقول لا لا تكلموننا عن الموت الموت حق يعني الإنسان أحيانا مثلا عند الإنسان خيارات معينة يمكن يفعلها أو لا يفعلها وقالوا لك والله أتسافرين تقولين لا أسافر أو لا أسافر طيب تاكلين أكل ولا ما أكل عندك خيارات تقدرين ترفضين تدرسين والله ما أدرس تستطيعين ترفضين تتوظفين ما أتوظف صح ولا لا الموت ما في خيار الموت لما يأتي ما يقولك تموتين ولا ما تموتين لا سنموت كلنا لأن سيد الخلق مات وجميع الخلق سيموتون حتى ملك الموت سيموت حتى الموت نفسه سيموت يوم القيامة لذلك حقيقة يعني هذا أعظم ما يمكن أن يوعظ به إنسان أنه فعلا يفكر في هذا الأمر لأن هذا سيقوده بإذن الله تعالى إلى سعادة والله سعداء هؤلاء الذين يفكرون في الموت يعني بعض الناس يقول الضيقون صدورنا أنتم إذا ذكرت الموت لا والله يضيق صدر الإنسان الذي يريد الاستمرار في طريق الحرام في طريق الغلط أما اللي يريد الحلال والله من أسعد الناس واسمع إلى قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحياة طيبة أنك تعيش تأخذ من الحلال أباح الله عز وجل لنا أشياء كثير وحرم علينا أشياء قليلة بالمناسبة الحرام ترى قليل جدا أمام الحلال الكثير لكن بعض الناس يقول لك لا أنتم حرمت علينا كل شيء غير صحيح الله هو الذي يحرم ورسوله هو الذي يحرم والحلال أكثر الحلال أكثر أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ الجميع أم آمنة من العراق تقول قرأت حديث نبوي شريف مكتوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال براءة من الله حب علي هل هذا حديث صحيح؟ أختهم آمنة من العراق بارك الله فيك أولا بالنسبة لعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وهو من أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك علي سيدنا علي إمامنا علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان علي فضائله كثيرة علي بركاته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أثيرة علي رضي الله عنه لا يحتاج مننا أن نكذب عليه حتى نقول الله له الفضيلة الفلانية ما في حاجة هذا الحديث لا أصل له النبي عليه الصلاة والسلام احتضن علي يوم أن أصيبت مكة بمجاعة وأصبحت دخل الفقر على أبي طالب احتضن النبي صلى الله عليه فتربى في بيت النبوة علي رضي الله عنه علي البطل الشجاع الذي الذي وقف أمام عمر بن ود هذا البطل الذي لا يصمد أمامه أبطال الرجال علي رضي الله عنه زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أحب بناته إليه فاطمة رضي الله عنه علي أبو السبطين الحسن الحسين سيدة شباب أهل الجنة علي الذي بشره النبي بالشهادة علي الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطينا راية غدا رجل رجل يحب الله رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يكفي هذه التزكية لعلي رضي الله عنه رجل يحب الله ورسوله هذا قاله النبي سلم بالوحي لأن محبة الله ومحبة الرسول عمل قلبي يوجد من المنافقين من كان يظهر محبة الله ومحبة رسوله وقلبه مريض بالنفاء لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أن علي قلبه يحب الله ورسوله هو في قرارة قلبه قال ويحبه الله ورسوله الله أكبر ليس الشأن في أن علي يحب الله عز وجل هذا شيء طبيعي إنما الشأن العظيم أن الله يحب علي يكفي علي هذه رضي الله عنه وارضاه ولذلك تلفظ الحديث عن فضاء العلي كثيرة وطويلة لنا أجوبة كثيرة ومجالس عديدة في ذكر هذا الأمر لكن بالنسبة لهذا الحديث لا يصح بارك الله فيك أم عبدالله الجهني تقول يا شيخ عندنا شبك غنم وجدت لنا عن صغيرة من الجبل اللي ورا الشبك أرسلها أرسلنا الراعي يسأل الجيران عنها ويعرف فيها وما حصلنا رعيها ولها عندنا تقريبا سنة وما أحد جاء يسأل عنها هل يجوز أبيعة وتصدق بقيمتها وإذا ولدت ما حكم أولادها أم عبدالله بارك الله فيك بالنسبة لي يعني هذه تسمى لقطة هذه تسمى لقطة وتعرفونها مدة سنة كاملة مدة سنة كاملة طبعا التعريف ما يكفي أخت الفاضلة أنكم ترسلون الراعي فقط مرة مرتين لا لا بد أنكم تبعثون الراعي أكثر من مرة وتعلمون جيرانكم وتعلمون كذا أي واحد فاقدة عنز تراها عندنا بهذا الطريق فإذا مضت سنة وما جاكم رعيها هذه حلال لكم وكل ما تنتج فهي لكم كل ما يصدر من النتاج فهي لكم تقولوا والله أنا أحب طبعا أنت بالخيار في هذه الحالة إما أنكم تبيعونها وتحتفظين بثمنها وإما أن تذبحونها وتاكلونها مثلا وتضمنون ثمنها وإما أنكم تبقونها حتى يأتي صاحبها مدة سنة فإذا ما جاء صارت ملك لكم ولله الحمد والمن أحمد خليفة من الأردن يقول حكم من يصلي بدون ترك مسافة بينه وبين المصلي الآخر علما أن التعليمات الأوقاف هي التباعد أحمد خليفة من الأردن بارك الله فيك طبعا الأصل يا أخواني ويا أخواتي التزام من التوجيهات الصحية والطبية فيما يتعلق بجائحة كورونا ومن جملة ذلك أن المصلين يحصل بينهم تباعد يحصل بينهم تباعد المسافة التي قرروها لأن ذكروا بأن هذا الفيروس إذا ابتعد المصاب عن الآخر بهذه المسافة لا يلتقط الفيروس ولذلك ما دام أن الأمر صدر من الجهات الصحية والطبية وتبنت هذه وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية المختصة برعاية المساجد يعني ينبغي على المصلين أن يلتزموا هذا وما في داعي لمثل هذا العبث ومثل هذا التمرد على التعليمات والتوجيهات ما في داعي فإذا كان الشخص عنده شبهة شرعية يقول الصلاة ما تصح لا نجاوب أن يقول الصلاة صحيحة لأن الجمهور العلماء يقولون التراص بين المصلين سنة وهناك من يقول واجب على فرض على فرض أنا ما أتبنى أقول على فرض قول بأن واجب فإن الوجوب يسقط بالعجز وليس هناك عذر مثلا مسألة المرض التي تفرض مسألة التباعد فأنا أنصح إخواني هؤلاء اللي يعني يحاولون أن يتمردوا على هذه التعليمات أن يربكوا المصلين أن يتقوا الله عز وجل فإذا يا أخي الفاضل أنت عندك مشكلة صلي في البيت ولا تؤذي المسلمين صلي في البيت ولا تؤذي المسلمين الإمام الآن سيحاسب المؤذن سيحاسب وأنت السبب أن ستربك الناس وتحدث فتنة يعني فيه ناس يقول لك بيقول لك ليش اقتربت مني مثلا فترد عليه ويرد عليك وأصبح المسجد بدل ما يجمع الناس يجمع أبدانهم وقلوبهم أصبح ينفر هل هذا يليق؟ فكف شرك عن الناس صلي في بيتك ولا تأتي المسجد مدام أنك غير مقتنع بهذا المسألة وصلاتك إن شاء الله مقبولة في البيت أما تأتي لتحدث فتنة وتفتل عضلاتك وتحاول تقول والله أنا ما همني هذا ما يصح ما يليق بالمسلم هذا في الأسواق وفي الأماكن الأخرى استعرض هناك المساجد ما بنيت إلا لذكر الله المساجد نواه لاجتماع الناس والقلوب وصفاء الأرواح إنسان لما يجي المسجد يلقي أثقال الدنيا وأحمال الدنيا وراء والهموم أرحنا بها يا بلال يجي شخص ما عنده يعني غير منضبط يحاول يربك الناس هذا أمر مرفوض مرفوض ولذلك ينصح هذا يا أخي الفاضل ويقال صلي في بيتك ولا استجب للتعليمات بارك الله فيك أميس من اليمن تقول عندي بنت عمرها ست سنوات وثلاثة أشهر أقول لها كنس البيت هل هذا حرام يا أميس بارك الله فيك ست سنوات يعني بنت تحتاج أنك تعلمينها طيب أنها تكنس البيت وش المشكلة لكن لا تثقلين عليه علميها قولي لها اكنسي كذا كعطيها قرفة صغيرة عوديها من الآن بالعكس أنت تشكرين على هذا الأمر لماذا؟ لأننا في وقت وفي زمن للأسف أصبح هناك إهمال من قبل الأمهات تجاه بناته حتى إذا كبرت البنت وأصبحت في سن الزواج ما تعرف تصنع شيء عند زوج لا تعرف تكنس ولا تطبخ ولا تكوي ولا تسوي أي شيء يمكن أقصى ما يمكن تسويه في نجان قهوة ها؟ لا وكافي بعد ما هو قهوة عربية تسوي كافي ما يا صلاحي كثير من الأزواج يشتكون يقول يعني تزوج بنت في العشرينات ما تعرف شيء ما تعرف شيء فيا أختي الله يرضى عليك و أخواتي اتقوا الله في بناتكن اتقوا الله في بناتكن لا تلقون الحمل على الخدم الخدم يشتغلون لكن عطوا بناتكم فرصة يتعلمون ما تأتي يعني تنتقل إلى بيت زوجه و هي ما تفهم شيء ولا تعرف شيء هذا غلط هذه السبب نفرة بينها و بين زوجها و لذلك علميها بس لا تثقلين عليها و لا تحملين ما لا تطيق و اسألي أمك و اسألي جددك كيف كانهم في مثل هذا السن و بعدين علميها أشياء نافعة و إذا كبرت و صارت سبع سنوات ثمان سنوات خلي دخليها معاك المطبخ و قولي لأنا لما أطبخ أصنع كذا و كذا أقول هذا الكلام لأننا نعاني في وقت للأسف الشديد أصبحت البنت يعني تصل عمرها عشرين و هي ما تعرف شيء أنا أعتبرها ضحية والدتها أنا ما لوم البنت أنا ما لومها أعتبر ضحية والدتها السبب أمها هي اللي أهملتها و ما التفتت لهذه المسالة فعموما لا تثقلين عليها لكن علميها بارك الله فيك الأخ حمويدي من السعودي يقول أخي الأكبر فقير أتى لنا بعشاء ثم من المطعم و حلفت أني أدفع أنا حق العشاء و لكنها رفض يقول صمت ثلاث أيام كفارة أمين و ثم علمت أن الأولى يطعام عشرة مساكين لمن لم يجد يصوم هل صيامي صحيح؟ أخي حمويدي بارك الله فيك نعم صدقت فالله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحيل الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فأنت ذهبت إلى الصيام ثلاث أيام و هذا خطأ منك و هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم بعض العلماء يرى بأنه ليست الكفارة على الترثيب اللي يظهر بأن الكفارة على الترثيب ترجع يا أخوي الحمويدي و تطعم عشرة مساكين و الصيام الحمد لله لك أجر و ثواب أم ريم من عمان تقول عندي ابن عندما آمره بالذهاب إلى الجامع لأداء صلاة الجمعة يقول بأنه لا يعلم كيفية أداء صلاة الجمعة ممكن توضح لنا كيفية أداء صلاة الجمعة يا أختي أمريم بارك الله فيك و رضي الله عنك و أصلح الله لك النية و الذرية و بارك في أولادك صلاة الجمعة مات بتعليم الله يرضى عليك و يبارك فيك فالولد ما أدري أخاف أنه مشاغب أخاف أنه يعني يلعب و لا شيء ما تبغى تعليم الله يرضى عليك صلاة الجمعة لو راح للمسجد شاف كيف الناس يصلون الناس يعني لما يدخل المسجد يعرف بأن الناس يصلون صلاة الجمعة وهذه صلاة الجمعة فقلي له يعني صلاة الجمعة سهلة و يسيرة يذهب أول ما يدخل المسجد يصل لركعتين هذه تحية المسجد و إذا حب يصل لأكثر طيب و إذا جاء الخطيب يوم الجمعة و قام على المنبر ما يتكلم و لا يعبث و لا يسوي أي شيء و الإمام بعد ذلك يقوم يصل لركعتين صلاة الجمعة هذه صلاة الجمعة و يصل مع الجماعة هو يصل مع الجماعة و يتعلم الآن أمة محمد عليه الصلاة و السلام تعلموا صلاة الجمعة وين؟ في المساجد لما يروحوا للمسجد يتعلموا و المرة الأولى فقط إذا شاف كيفية صلاة الجمعة كيف يصل للناس الجمعة تعلموا لله الحمد و المنه إدريس من العراق يقول هل يجوز للشخص أن يأكل من النذر؟ إدريس من العراق بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا نذر طعاما فإن الأصل أنه لا يأكل منه و إنما يوزعه على الفقر المساكن إلا إذا اشترط كيف اشترط؟ يعني مثلا أن تقول لله علي إن شف الله مريضي ذبيحة أكل منها أنا وأولادي يجوز لله علي ذبيحة إن شف الله مريضي أن نصفها لي و نصفها صدقة يجوز أما يطلق لله علي ذبيحة إن شف الله مريضي و يسكت ما يأكل منها و لا يجوز لو أن يستفيد من هذه الذبيحة التي هي النذر أم مريم من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما هو حكم إزالة تحدّب الأنف فقط أو ما يسمى بنتوء الأنف إزالة عظمة الأنف الزائدة من دون تصغير الأنف أو رفعه أختي أم مريم من الإمارات بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا كان يعاني نتوءات في أنفه و قد سببت له مشاكل مثلا في عملية التنفس سببت له مشاكل في مسألة النظر لأن أحيانا قد يكون النتوءات هذه تسبب للإنسان مشاكل في مسألة النظر فلا يستطيع أن ينظر إلى الأمام إلا بعين واحدة و إذا أراد يلتفت التفات كاملة كما هو معروف و شرح لنا هذا الأمر فيجوز في مثل هذه الحالة يجوز للرجل أو للمرأة أن يزيل عظمة الأنف التي هي ناتئة و ظاهرة وبارزة و مسببة للإنسان مشاكل صحية مساكل في التنفس في النظر فيها أيضا تشوف صورة الإنسان مثلا يجوز أن يرجع الأنف إلى شكله الطبيعي و قد أحسنت حينما قلت لا نستعمل قضية التصغير ولا التكبير و إنما هو علاج هذا نوع من أنواع العلاج أم قصي من اليمن تقول لا يجوز أن أصلي صلاة الفجر إذا فاتتني وقت طلوع الضوء أختي أم قصي من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لمن فاتته الصلاة فإنه يجب عليها أن يصليها مباشرة متى ما إن ذكرها أو متى ما إن استيقظ و ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيا فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذا استيقظ عند طلوع الشمس فاته الوقت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح فإذا طلعت الشمس فإن هذا الوقت وقت نهي شديد فما يستفيد الآن هو سيقضيها ولذلك أنصحه بالانتظار حتى يذهب وقت النهي الشديد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها ماذا قال؟ قال إنها تطلع وتغرب بين قرن شيطان وأمر بالإمساك عن الصلاة أمر بالإمساك عن الصلاة ولذلك تنتظرين قليلا مدام أن ما استيقظت إلا عند طلوع الشمس فاتك الوقت ما تصلين أداء وإنما تصلين قضاء تنتظرين قليلا بارك الله فيك طيب إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة منتهت إن شاء الله في اللقاءات القادمة إن شاء الله نكمل الإجابة على بقية الأسئلة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته